إذن صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي لهذا العام سنرى ذلك بالمؤشرات والأرقام وكيفية هذه التوقعات إذن توقعات IMF للإقتصاد السعودي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النمو بأسرع وتيرة في عقد في 2022 إذا تحدثنا عن عام 2020 وهو عام الجائر حنيجة تراجح سلبي ب4.1% بدأ بعدها الاقتصاد السعودي في زيادة في الناتج المحلي ب3.2% في 2021 توقعات الصندوق تقول 7.6% في هذا العام 2022 وهو النمو بأسرع وتيرة في العقد من الزمان 7.6% نسبة كبيرة التوقعات تشير إلى 3.7% في العام المقبل 2023 ماذا عن التضخم؟ 2020 كان 3.4% 2021 3.1% التوقعات تشير إلى تراجع ب2.8% في هذا العام وتراجع أكثر في العام المقبل 2.2% توقعات إجمالي الدين العام 2020 2021 كان حوالي 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع وبقى توقعات الصندوق إلى 24.3% في هذا العام 2022 و24.5% في العام 2023 هذه نسبة مريحة لإجمالي الدين العام قياسا على الناتج المحلي الإجمالي نقف على توقعات الآية في صندوق النقد الدولي الإقتصاد السعودي أيضا في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في العام 2022 يتوقع الصندوق أن يكون ب4.2% وأن يتراجع قليلا إلى 3.8% في العام 2023 معدل البطالة في هذا العام الكل حسب الصندوق 6% السعوديين 10.1% معدل البطالة بينهم توزع الصادرات النفط والمنتجات النفطية تشكل حوالي 73% حسب توقعات الصندوق لهذا العام أهم أسواق التصدير أسير الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا دعونا أيضا نستمر في هذه القراءة فيما يتعلق بهذه التوقعات الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي الجي دي بي في 2022 17.2% حسب توقعات الصندوق أن يتراجع ذلك إلى 13.8% في العام 2023 هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري توقعات الاستثمار الأجنبي كما هي 0.8% 2022 2023 الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي متوقع أن يكون 28.5% في 2022 وأن يرتفع إلى 29% في العام 2023 حسب صندوق النقد الدولي السعودية إذن لديها أولويات في حسب صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالنمو عليها أن تحافظ على برامج التنوع الاقتصادي وعدم الاحتماد على النفط وفق استراتيجيتها 2030 فيما يتعلق بسياسة المالية تحييط تقلبات أسعار النفط وتحرير أسعار الطاقة توسيع شبكات الأمانة الاجتماعي إذا ما حدثت فجوة في هذا الاتجاه تستطيع الحكومة أن تقدم الدعم للمواطنين للصلاح الهيكل أيضا تحسين بيئة الأعمال سعودية تستهدف جذب كثير من الاستثمارات هذا يتطلب تحريك البناء التحتية الداخلية فيما يتعلق بالتسهيل للطرق حتى تستطيع أن تكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية وهي في هذا المنحة وحسب رؤيتها 2030 تسعى إلى جذب أكبر عدد من الشركات العالمية المناخ مواصلة جهود التكيف مع تغيرات المناخ فيما يتعلق باستحداث الطاقات البديلة أيضا لتكون جنبا إلى جنب مع الطاقات التقليدية الكلاسيكية هذه هي الصورة العام وهذا هو المشهد العام لتوقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي وهي توقعات إيجابية بالطبع